بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا ما ينفعش و احنا في الاحداث دي نمشي في نفس الخطوط اللي احنا كنا بنتكلم عنها لكن لازم نمشي بسبات بسبات لان في الحقيقة مشينا بسبات بيري بالناس كتير و مشينا بسبات هو دا الحقيقة انا كنت قاعد اتأمل كثيرا و احنا اتكلمنا المرة فات عن قصة الشيطان و ازاي الشيطان ما كانش قدامه بعد ما اصبح مطرود من رحمة ربنا غير انه هو يفكر الفكرة الشريرة انه يطرد الناس من الارض يطرد ادم و ابناءه من الارض ويلعب اللعبتين اللعبتين المشهورين لابليس اللعبتين المشهورين للشيطان الريعبة الاولى الارهاب والريعبة التانية التفريق فيقتل شوية من ولاد ادم ويفرق بينه شوية عشان في الاخر خالص ياخد الارض ويظن ان هو كده هيبقى المخلوق الوحيد المحبب عند الله ده اذا كان هو في الحقيقة يعني بيعبد الله او يعرف الله سبحانه وتعالى انا تأملت واحنا بنشوف الحال ده وتأملت ازاي مصر فهمة ازاي ادم واولاده لازم يكونوا من اهل الكرامة من اهل التكريم ايه اهل التكريم دول ولقد كرمنا بني ادم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبح فاولاد ادم الازكياء الصالحين فهمين فهمين فهم مهم اواوي فهمين ايه ان الكرامة الربانية مرتبطة بالنعمة الارضية يعني ايه بالنعمة الارضية ان ربنا سبحانه وتعالى ما ننعليك بالكرامة وده مرتبط بالارض ولذلك وحملناهم في البر والبح فبقى مرتبط بالارض وعشان كده ده اللي يخلينا نفهم الكلام العجيب الكلام المليح الكلام الفصيح الكلام الصريح اللي قاله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي كان كل ما يتكلم عن فتح بلد زي مثلا فتح اليمن كان يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم كذا ويذكر عددا من البلاد وبعد ما يقول كل ما يذكر بلد من البلاد لا تفتح يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون كويس جينا للمصر فقال وسيفتح الله عليكم مصر وذكر عشان ما حدش يقولك مصر دي أي بلد لا مصر مصر وهي بلد يذكر فيها القراط سيفتح الله عليكم مصر منتظرين للنواء يقول حضرت النبي زي ما قال في كل البلاد يقول ايه والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لكن قال سيفتح الله عليكم مصر فاتخذوا من اهلها جندا كثيفة جندا كثيفة يعني من زي غيرهم والمدينة خير لهم لا فاتخذوا من اهلها جندا كثيفة طب لي رسول الله بعد ما سماهم الجند الغربي قال لأنهم في رباط إلى يوم القيامة لأنهم في رباط إلى يوم القيامة ولذلك هتبقى بقى اللعبة إن إبليس يحاول بقدر الإمكان يعمل إيه يخلي الرباط ده مش موجود بس الرباط ده لا يمكن أبدا ما يكونش موجود مش ممكن إبليس وشركاء إبليس تعالوا نصطلح على مصطلح شركاء إبليس شركاء الشيطان شركاء الشيطان اللي أوصفهم إيه بيقتلوا من غير بدم بارد شركاء الشيطان اللي دايما عندهم أنا خير منه إيه لو حاسس بالنقاء ده بالنقاء الجنسي فهو ما حدش يقدر يعمله حاجة وإذا هو سفك دم حد فهو من حقه إنه يعمل كده عشان هو أنقى وهنا أنا وقفت كتير ليه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لما جاي يتكلم عن مصر والمدينة وخير الله ولكن قالت تخذوا منها جندا كسيفا يمكن ده علشان عندنا سينة اللي هي أرض التجلي وممكن وتستحق وأكتر ليه طيب ده سينة الكلام عن التجلي اللي فيها في القرآن كثير لأن الله سبحانه وتعالى تجلى على سينة وخصاه بحالة عجيبة أكيد سينة ما بتأثرش بالطيارات الورق ده أرض صلبة ما بتتأثرش بأي حاجة ممكن تمر في هواها فإن هواها مقدس منور بأنوار الله سبحانه وتعالى وصلبطها من نور الله سبحانه وتعالى ومن الدماء الطهيرة اللي امتزجت بالنور ده كل محب حد ياخدها ما يقدرش يبدو النسيين دي أكبر من أحلام ناس كتير أكبر من قدرات ناس كتير وبتفضل في أحضان من بشر الله سبحانه وتعالى بأنهم سيكونون على هذا الحال على حال الرباط تعود لهم وما تفرقهمش مهما كانت الله سبحانه وتعالى أقسم بالطور والطور وكتاب المستور هي هي دي الأرض اللي حصل فيها التجلي وأقسم الله بها لما تشوف المقسم به بعد كده هتلاقي أشياء جليلة جدا البيت المعمور إيه ده؟ يعني ذكر الطور قبل كل هذا عشان يبين أن الطور ده مكانت عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وما ينفعش أي حد يحاول بقدر الإمكان أنه يخوض ولا يسعى إلى أن ينتزع هذه الأرض ولا حد يسمح له انتزع هذه الأرض من أبناء أدم الصالحين اللي هم ثبتين على المبدأ لأنه الله سبحانه وتعالى لما ذكر وأقسم بالطور لأنه بيقول لنا هنا كان النور وهنا تجلى الله سبحانه وتعالى وكلم سيدنا موسى هنا في الأرض دي وما كانش عجيب أننا نسمع التسمية تسمية سيناء واضحة في القرآن الكريم وتكون سابقة للأمن والتين والتين والزيتون وتور سينين وهذا البلد الأمين يعني تور سيناء طب ليه بقى تور سينين دي تبقى ما بين والتين والزيتون وهذا البلد الأمين ليه تكون ما بين الاثنين وكأنكم وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقولنا ما تخفوش ما تخفوش على سيناء وكل من أحاط بسين لأنها ما بين الخضرة الخير والنماء وما بين الأمن فهي دائما ستكون على هذا الحال هيكون فيها المستقبل وهايكون فيها الرخاء وهايكون فيها التنمية وهي في أمان الله وعشان كده سألت نفسي ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالش زي ما قلنا كده هو المدينة خير اللوم ولكن ألف اتخذوا منها جندا كسيفة أنتوا عارفين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى من ورائي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم مش كان يرى من خلفي فقط بل يرى من ورائي وراء والمقصود أنه أري كل ما غاب عنه لدرجة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرة كما أخرج الإمام بخاري في صحيحة أريته كل شيء وفي هذا الحديث قال سلوني عما شئته اسألون عن أي حاجة عشان كده حبيت أربط بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها اللي تكلمت عن مصر وعن فتح مصر وقول وقول وقال مدينة تخيروا لكم خيروا لهم لو كانوا يعلمون ثم جاء الكتاب العزيز وتكلم عن التجلي في سيناء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجه النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نتخذ الجند الكسيف من مصر وعلّل ده بإنهم إيه في رباط إلى يوم القيام الرباط ده معناه إيه الرباط ده رباط أخلاقي رباط الثبات على المبدأ رباط الرجولة رباط الحفاظ على الأرض والعرض وعشان كده المصريين مش بيسيبوا سيناء ولا مصر لأن لأنها هي أرض الرباط عشان كده أصبحت مصر وسيناء الدرع للقدس الشريف وتبقى الأرض اللي حصل فيها التجلي والامتجزاج بالدم الطاهر هي أرض الحصن والمنع سيناء مش أرض فقط سيناء عرض ومعنى معنى من معاني حب الله سبحانه وتعالى ورسوله لأهل هذه الأرض حب الله والتجلي وحب حضرة النبي هي البشرة المحمدية بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك لما نيجي نتكلم على سيناء ونتكلم على أرض مصر فلازم نقول أن سيناء هي الرمز ومصر هي المعنى أصبح التمسك بالأرض ده والحفاظ عليها حفاظ على معالم هذا الدين أوى الله ورد على الشيطان وشركاء الشيطان اللي بيحتلوا واللي بيهدوا واللي بيهدموا اللي عاوزين الأرض تخله له عشان يكون العبد المفضل أو المخلوق المفضل اللي هو المخلوق الأبيض اللي ليس كمثله مخلوق لكن الله سبحانه وتعالى يفضل من يشاء ولذلك بيفضل للرجال بأنهم يتمسكوا بالأرض والأرض وتفضل الأرض والأرض مصونة بماذا؟ مصونة بنظر الله وبحفظ الله ويفضل يقول هذا الإبليس وهذا الشيطان أنا خير منه فإذا قتلت فدم المقتول ليس كدمي لأنه دايما بيقول أنا خير منه بس احنا ما نعرفش غير حاجة واحدة بس علي معنا حضرت النبي الناس كأسنان المشط لا فضلا لأعربيين على أعجمي ولا لأعجمين على أعربيين إلا بالتقل بالأخلاق بالأخلاق ها بالإنسانية مش بالبلطجة أبدا لا يمكن تكون بالبلطجة ولا بالتعدي وعشان كده احنا متمسكين بده وهنفضل ندعي العالم كله ليكون محافظ على الإنسانية عشان كده احنا فاهمين الموضوع بحكمة بالغة لأننا بنحافظ على الأرض ولكن بحكمة بحكمة الرب سبحانه وتعالى وقبول بشرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إن البشر دي لن تزول لأن الله سبحانه وتعالى قال وَلَا يَنْصُرَ أَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ الْقَوِيُّ وَنْعَزِيْزِ إحنا على فكرة عارفين إن الشيطان عنده خطة عارفين إن الشيطان عنده خطة وبيزق الناس كلها عشان تنفذ الخطة دي لكن الأرض دي أرض طهرة ومحروصة وفيها حفظ الله سبحانه وتعالى لكن إزاي نحافظ عليها ونفضل على طول موطنين فيها إن هي الحسن والمنع مش لمصر بس ولا للقدس بس لكن للأمة كلها شايفين بعينينا دلوقتي إن مصر دلوقتي على فكرة ما حدش يقدر يقول حاجة تانية غير لما حد يسألوا الجواب إيه الجواب مصر العبارة إيه العبارة مصر بس طبعاً الكلام ده عندي ناس كتيرة لأ هم مصررين على إن هم يمشوا مع مخطط الشيطان ودايماً الشيطان له مكره ومن مكره اللي احنا بنعرفه إن هو بيرسم دايماً الخطط وبيوهم الناس كلها إن الناس كلها هو مسيطر لدرجة النور كل الناس هتمشي على خطته وبيدعي إن كل أولاد آدم هيمشوا عليها في الآخر خارس هتمشوا عليها حتى لو شفنا بعض الناس بيمشوا عليها وخطته صحيح فيها استفزاز وفيها نوع من أنواع الحس على إن الناس عشان تبقى في مكانتها وفي صورتها لازم تعمل خطته لكن في الحقيقة هو يفضل الشيطان والشيطان ويفضل أولاد آدم المخلصين مش هيسيبوا الشيطان يخرجهم من ثبتهم صحيح ودايماً بيستخدم الإرهاب والتفرقة بس الحمد لله أهل الأرض دي ما بيرهابوش بس على فكرة وهم اللي شاطرين في القضاء على الإرهاب عارف ليه؟ مش ما يخافوش لما الإرهاب حتى يكون مصنوع ومصدر لنا برضو سينة بتبتلعوا ولذلك ببساطة خالص إحنا أقول لك حاجة عشو بس لما يسمعوني يفهموا كويس قوي إحنا شاطرين قوي في مقاومة الإرهاب أي إرهاب في الدنيا الأرض دي بتبلع الإرهاب فمحدش بيقدر يرهبها يعني سبتين زي ما احنا فالأرض والأرض إحنا متمسكين بيهم وكمان لازم نفوق أصحاب المصالح في العالم كله اللي المصالح دي مش هتفضل اللي هيفضل هو الإنسانية والأخلاق والقيم دي خطة إبليس والشيطان اللي مش بتتغير أبدا إرهاب وتفرق احنا قادرين نتعامل مع الألهاب لكن في الحقيقة أهل الرباط لا يضرهم ونخذ لهم متمسكين بالحق ليس فقط بيستقبلوا استفزاز إبليس اللعين لكن هم كمان بيقدروا يتعاملوا معها بحكم لندل يتعلموه من رسول الله سلم لما استفزوه وحاولوا يدخلوه في معركة كرسول الله سلم عارف أنه يوم مش وقتها ومع ذلك هو تمسك وعمل صلح الحديبية حتى البعض الصحاب قالوا لماذا نرضى الدينية في ديننا ألسنا على الحق صحيح بس إبليس ما يتحكش علينا ويخلينا نمشي وراه ونزاك النبي صلى الله عليه وسلم فهمه أنه النبي ولا كذب فالمسألة إن إبليس بصنعته لخطته بيسوأ للناس الخطة دي دايما ولا يستطيع أنه ينتصر على أهل اليقين يقين إيه؟ ولا ينصرن الله من ينصره نعمل إيه بقى عشان تفضل سينة هي الرمز ومصر هي المعنى مصر هي المعنى اللي الثبات عليه والتمسك به حفاظ على الأمة كلها أو الله ولما كنتش عارف شوف شوف اللي بتعمل مصر والدور اللي بتقوم بيه مصر من حفظ الإخوة وهي اللي بتحاول بقدر الإمكان بكل ما أتاها الله سبحانه وتعالى من القوة أن تكون هي مفتاح الفرج فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا القدر وإحنا متمسكين بعون الله سبحانه وتعالى متمسكين بهذا المدد اللي أرسله الله سبحانه وتعالى فأهل مصر سموا مصر المحروسة سموا المصر المحروسة ديه عشان إحنا ماشيين على خطة الرسول لله وبنعيش على إن هذه الأرض مصونة بتجل الله فأحنا عندنا كل ده التجل ده هو اللي بيخلينا حسين بأمان التجل ده هو اللي بيخلينا نحس إن ربنا سبحانه وتعالى معانا وهو أبدا وحد بيكلمكم يخليكم تخرجوا مولانا سبحانه وتعالى من المعادلة طب نعمل إيه بقى عشان نكون دايما في رباط وأهلي هيكون في رباط أول حاجة أقول لكم بشوات إجراءات كده لطيفة عشان إحنا نستطيع إن إحنا نكون فعلا محققين للبشارة المحمدية لبشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله قال إن أهلها في رباط فلازم البيوت تبقى في رباط أفضل وقت لازم البيوت فيها تكون في رباط هو الوقت ده وفي تهاية عالية ثلاث معاني ممكن يحصل ده يتمسك أهل البيت الواحد ويتقرب القرب مش بيحسس الناس بالأمان والقوة بس ولا بيحسسهم بالدفئ بس بيحسسهم بالإنسانية قربوا من بعض في الوقت ده زيلوا الشقاق وزيلوا الخلاف اللي بينكم وزيلوا الجفوة اللي بينكم وبدأوا صيانة صيانة لبشرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن انتم في رباط أنا أقول لكم حاجة أي حد في الوقت ده هيقرب من أهل بيته و هيحاول بقدر الإمكان إنه هو يجمعهم هيتلموا هيتلموا لأنهم محتاجين إنهم يقربوا لبعض تاني حاجة نعلم أولادنا إن الأرض كالعرض والعرض مش بنفرط فيه عشان شوية مصالح سينا أرضنا ومصر معنانا لأنها هي المعنى اللي بيربطنا بمولانا سبحانه وتعالى عليم أولادكم من الوطن قيمة ومعنى وخليهم يعيشوا ده بكل ما في المعنى من حقيقة تاني حاجة اللي هم عاوزينه في الوقت ده إنك تفقد اليقين من مدد رب العالمين إياك تخرج بالمعادلة وتخرج من هذه الأزمة وإنت خرجت ربنا من معادلة ربنا ما بخرجش بالمعادلة ربنا هو اللي بيخلق المعادلة يعني إيه يعني كل المعادلات اللي إنت حاطتها ربنا هو اللي بيخلق المعادلة ربنا هو ربنا حتى لو الشيطان وشركاؤه اغتسبوا الأرض وعاشوا بلا إنسانية وفقدوا المعاني وفقدوا الأخلاق الله هو الله ولا ينسرنا الله من ينسره وإحنا ننسر الله ننسر ما يحبه الله الأخلاق والقيم وذلك ليس بأمانيهم مش بأمانيتهم على فكرة هم يتمنوا زي ما هم عايزين ولكن والله من ورائهم محيط خلاص قضي الأمر الله من ورائهم محيط يقننا إن احنا من أهل المدد وإلا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى جعلنا من أهل المدد ده كله أرض فيها تجلي وبلد محروسة وبلد بتنتصر فأول ما بتنتصر بتقول الله أكبر بسم الله فإحنا غرقانين في نعم ربنا إحنا في مدد ربنا فما حدش يخوفنا رابح حاجة إياك تتوقف عما أقامك الله فيه الشيطان عايزك تعمل إيه يرهبك ويحبطك عشان إيه تقف تقف عن التعمير وتقف عن الانتاج لا 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 المرابطين بيعيشوا حياتهم يرابطوا شوف أخواننا كده أهل العزة وغزة بيشربوا الشاي في البيت المهدود فما بالك أنت عندك عمران وعندك حصن اسمه مصر لازم الحصن ده يستمر في التعمير إن الله يحبه إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا والمشهد العجيب اللي إحنا لازم فيه إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها إحنا نفضل بنعمر عارف ليه؟ أنا أقول لكم حاجة أنا أحب دايما المشاهد الرمزية يعني مرة في فيلم قالوا له البسوا من موه عشان بيخافوا منه البسوا العمران عشان بيخافوا منه البسوا التعمير لإن الشيطان وشركاءه بيخافوا من التعمير قوي كل ما تلبسوا التعمير هيعرفوا إن أنتوا متمسكين بقوة العلي القدير كل ما تعمروا كل ما يعرفوا قيمة الرجال اللي في البلد دي غيرنا لو تعرضت الربع اللي احنا تعرضنا له ما كانتش يقدر يقف على رجله بس عنا الرجالة وقفين بمدد ربنا سبحانه وتعالى على رجلنا وهنفضل على طول واللعبة اللي بلعبها الشيطان وإبليس والكيان إنه يظهر مبتسم وقوي وهو في بيت العنكبوت احنا شايفينه في بيت العنكبوت على فكرة وإحنا عارفين كويس جدا 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 بيت العنكبوت ده إنه أهوى للبيوت والله سبحانه وتعالى رزقنا إن احنا نعمر ونشهد مدد ربنا دينا ونمشي والله سبحانه وتعالى لا يتركن أبدا وحدنا بل هو مددنا وسندنا وهو الذي يفتح علينا كل النعم وذلك احنا نبذل ونظل نبذل الولد يصحى الصبح والناس يصحى الصبح بسرعة لأعمالها لأنها بتنفذ مراد ربنا هو أنشأكم من الأرض واستعماركم فيها يبقى إيه اللي حصل يبقى إحنا إحنا عن استمر آخر حاجة إياك تخلي يوم من أيامك من أنك تعد تناجي ربنا على الأقل نصف ساعة تجلس وتناجي الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب كل ما يكون أعلم أنه لا يكون إلا بأمر منك وأمرك بين الكافع النون وأعلم أنك لطيف فلن يفيد معي التخويف فإني عبد اللطيف الذي لا يودعه ربه ولا يتركه فيا من كلي بيدك فيا من كلي بيدك وأمني بيدك فأمني من كلي عدو واجعني يا ربنا من أهل السبات والرسوخ إلى أبد الآبدين يا رب العالمين يا سادة إحنا نفضل كده والبلد دي هتفضل صلبة وشمخة وقوية وبتندج وبتعمر ومنورة وفي أهل البيت والناس بتروح لأهل البيت وكمان يعيشوا ويسمعوا المديح ويعيشوا حياتهم عارفين بيعيشوا حياتهم ليه وبيدعوا لإخواتهم كمان بيدعوا لإخواتهم وأشققهم أن ربنا سبحانه وتعالى ينتقم من كل من آزاهم وكل مجرم يسفك الدم ويهد العمران هو ليس بإنسان الفاصل ونلتقى بحضراتكم وأسئلتكم عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا الصفحة اللي بنتلقى عليها أسئلتكم من باركة وتفضل جسر ممدود من النور ومن البركة ونفضل دايما متنورين بأسئلتكم اللي تفتح لنا باب من أبواب طلب مدد رب العالمين وناخد أول سؤال معنا النهاردة السيدة أمو أحمد تفضلي يا أمو أحمد أيوة السلام عليكم عليكم السلام عليكم أزاك يا شيخ نعم وفضل الحمد لله الله يخلك ربنا يبارك فيك يا رب لو سمحت أنا عايزة دلوقتي أعرف في عندي عايزة أخذ كرن من البنك عشان أشتري ببيت عايزة تأخذ قرن من البنك وتشتري ببيت وبعدين فين السؤال هو ده السؤال آه يعني هو حرام ولا حلال أنت تأخذ فلوس كلها وتحطيها في شرع البيت آه طيب وأنت محتاجة للبيت ده محتاجة لأن أنا دلوقتي عندي ابني عايزة أجوزه ما عنده الشقة عندي أولاد تنين بربط شباب متجوزين بس مكتاب بتاحهم دي وعليهم على أولادهم طيب أنا عندي بأعزة أوسع عليهم طيب أنا عندي بس السؤال يا حاجة أم أحمد أنا دي نصحتي ليكي أنا نصحتي ليكي بس لازم وانت بتاخدي القرد ده تكون عندك قدر على تسديده وهو مش قرد في الحقيقة هو ده تعيبقى تمويل بس أنت تقدري تدفعي أقصاط هذا التمويل فهم يا حاجة أم أحمد أيوة أيوة ماشي فيجوز لك أن أنت تأخذي هذا المال كله وتضعيه في تمويل هذا البيت وده ليس قردا ولكنه من قبيل التمويل وانت أخذت المال ده عشان البيت ده فيجوز أن أنت تعمل الكلام ده والبنك ده تعيبقى ممول هذه العملية اللي هي عملية شراء البيت يعني البنك هشتريه للبيت ولا هيديني الفلوس سواء أنت الأفضل طبعا أن البنك يشتريك البيت وبعد كده يبقى هو مولك وده تسمو التمويل العقاري وده جائس شرعة لكن أنت كمان لو خدت الفلوس واشتريتي بيها بكل الفلوس البيت إن شاء الله يكون كمان في حكم التمويل وإن شاء الله يكون ده جائس معانا الأستاذ سمير من الإسماعيلية وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ سمير نعم وفضل اتفضل إفن نسأل حضرتك أحنا كنا سنة لحبثات التلام السعودية عمرها برحضة حضرتك إن شاء الله تاني كده إن شاء الله إن شاء الله رايح تعمل عمره وبعدين طيب وبعدين وبعدين كان معانا طبعا فيه أخ شيخ فاضل فكاننا فسابون أحنا ما كنا كنا أول مرة نروح ما كناش عارفين إن طواف حول الكعبة سبع أشواط سبع أشواط الطواف حول الكعبة سبع أشواط وبيكون الكعبة على يسارك وبعدين الكعبة على يسارك وبعدين وبعدين طيب وبعدين وبعدين سألنا على سفر القرى فألنا اطلعه فوق فطفت من فوق طيب وبعدين بعد ما طفنا حوالي أربع أشواط تراحلين إن هي الكعبة تاني اتضح لكم إن ايه؟ احنا طفنا تاني فوق حوالي الكعبة تاني يعني أنتوا بعد ما طفتوا سبع أشواط رحتوا طفتوا تاني فوق فتبعت أربع أشواط فطفتوا كده فطفتوا كده أحداشر شوط أحداشر شوط يا بنا يعينك حاج واضح إن حدا يكسلناك كبير طيب فين السؤال هل ده يخلي وبعد كده رحتوا ساعته وبعد كده رحتوا ساعته أنت بتسأل بقى هل توافق أحداشر شوط ده يخلي يخليك يخلي التوافق بتاعك من الصحيح هو ده سؤال عجابة على حددك حاج سمير ربنا يبارك لك ويجعل ده في ميزان حسناتك الأربع أشواط دولة دولة لن يؤثروا في صحة طوافق طوافق صحيح انت قصدت الطوافة الذي هو ركن من أركان العمرة وأنت قد قديته الزيادة بقى هو اللي بيختلف فيها العلماء الزيادة بقى عتكون الأربع أشواط دولة بقى هيكونوا ده سوابهم سواب الفريضة ولا هيكونوا نفل فسواء كانوا نفل أو سواء كانوا من الفريضة وهو عيب أدوة لهم سواب النفل إن شاء الله وإن شاء الله عمرتك صحيحة ولم يتتأثر بهذه الزيادة بالعكس أنت عمرتك زادت إن شاء الله سوابا وبركة بهذه الزيادة ربنا يحفظك يا حج سمين معانا السيدة المعامرة تتفضل أيها يا شيخ حضرتك أنا كنتي الحج كان بيطلع في رمضان كل سنة عشر تلاف جنيه طيب وكان بنتلع في أي موسم برضو يعني والناس اللي لما نروح الجامع ودلوقتي بقى لي تلات سنين بالضبط هو ما بنتلعش ولا تعريف طيب معلش يا حج المعامر نعم أنت كنتم بتطلعوا الفلوس دي على إن هي زكاة ولا على إن هي صادقة زكاة من البنك بنجيب منه فلوس وعندنا أجار وقبض الحج ألفين تاني يعني المهم دخلي كان عشر تلاف الشاء كنت بنطلع كتير في موسم في أي حاج وكان الحج بيدخل يصلي في الجامع وبيدفع فلوس في الجامع طيب استني يا حج المعامر استني يا واحدة واحدة في شوية حاجات كده اي احنا فلوسنا في البنك نساوي خمسة وتمانين جرام دهب ولا لا هم هو نص مليون وانا بناخد دلوقتي أربعة تلاف وتلتمية وأربعة تلاف وخمسمية لو اللي أقم اللي أنا سمعته قبل كده مش عايز أأكد على الرقم بس أنا سمعت الرقم ده فهو الرقم ده وصل للنصاب فأنتو عاملين مشهادة استثمار اه وشهادة الاستثمار بتجيب لكم فلوس كل شهر كل شهر أربعة تلاف وخمسمية أو أربعة تلاف وتلتمية طيب طيب يا حاجة المعامر نعم فالفلوس اللي قال الأربعة تلاف اللي بتجيلك دي بدلينتوا بتصرفوا منها اه بتصرفهم دلوقتي كله يا شيخ طيب ولا تعرفها بيفيد مني وهنقول لحضرتك وهو معايا عايل معاها مسعي لا استني بس يا معامر نعم خليني بس حاجة المعامر خليني بس مع حضرتك نعم بتسأليني اه احنا دلوقتي نعمل ايه عخليلك السؤال سؤاليني ونتشوفوه من مكافينك ولا السؤال اللي هو لاني ازاي نطلع الزكاة صح انا عايزة 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 حضرتك معلش يا شيخ انا ما بقتش نطلع ليه ما بقاش يفيد مني ما نعجبه كويه حاجة المعامر طيب ماشي ماشي طيب فيبقى اول حاجة انت بتسأليني اطلع الزكاة ازاي اه الحاجة التانية عال عندك وصفة او تقوليني على حاجة تخلينا نرجع تاني نتصدق زي ما كنا بنتصدق لاني مش عارفين ايه اللي حصل لنا ما بقناش نعرف نتصدق صح خالد اجاوبك حاجة المعامر على السؤالين السؤال اللي هو لاني حاجة المعامر انت اول ما يجيلك الفلوس اللي هي الاربع تلاف جنيه طلعي منهم ربعمائة جنيه الربعمائة جنيه دولا هم الزكاة بتاعت الاربع تلاف جنيه بتاعت وتكون دي الزكاة على الفلوس اللي هي شهادة الاستثمار خلاص يا أم قامر حاجة المعامر بعد كده السؤال التاني تعملي ايه طلعي الزكاة مش لازم تطلعي طلعي الصدقات مش لازم تطلعي الصдقات بالارقام اللي انت بتطليعت العمرك استمر بتطلع الصدقة حتى لو بشيء قليل لو عالتطلعي ميد جنيه كل شهر هتطلعي خمسين جنيه كل شهر استمر على ده وان شاء الله ربنا يكتر ويوسع ويحفظ ان شاء الله اما لو كنت انت خايفة ان انت تكونوا عملتوا معصية او حصل حاجة وعشان كده قالت البركة في الفلوس ابدا دي احوال ربنا بيجريها على الناس بس اهم حاجة ان الناس تكون عندها يقين في الخير اللي بتعمله وتستمر عليه وتستمر تنفع الناس وان شاء الله ربنا يوسع الرزق ويبارك وفي درهم سبق الف درهم فلعلي انت دلوقتي بتشتغلي في الدرهم الذي سبق الف درهم يعني الاموال القليلة اللي انت تدفعيها دي تسبق الاموال الكثيرة اللي ممكن ندفعها غيرك يلا توكري على الله وزي ما قلتلك تدفعي ربمائة جنيه كل شهر ويبقى ده من الاربع تلاف جنيه وده بتبقى الزكاة والحاجة التانية لو قدرت تدفعي صدقات اللي تقدر عليه ادفعيه وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يباركلك فيه ويعطيك السواب الحسن الكثير العظيم الذي يريق بكرمه سبحانه وتعالى اذا يا سادة الحاج محمد بفكرنا بالسبات بفكرنا بان احنا بلدنا دي عفية ومحدش بيجور علينا ما تعدى احد ولا جر أحد على حد وهو صاحب حق الا والله سبحانه وتعالى ينصره خلينا دايما على ثبتنا خلينا على محبتنا خلينا كمان على كمان عمرنا وخلينا كمان نستمر في البناء لان البناء ده بيبين ان احنا محل العطاء واي حد بيبني واضح ان او مش بيبني بايده ولكن بيبني بمنة وفضلي من سيده الحمد لله على فضلك يا رب ان احنا بنبني وبنعمر وهنا نستمر لنبني ونعمر بنعمتك وهو ده شكرنا لنعمتك يا رب العالمين ان انت رزقتنا بلد فيها نور وبركة وفتح ومدد فكان علينا الواجب ان احنا نشكر نعمتك بان احنا نستمر على العاد ونستمر على البناء بركة ونور وفتح وتوفيق وسداد وكمان كرامة الحمد لله على نعمة كرامة اهل مصر يا رب احفظنا وبرك لنا وجعلنا دايما من اهل السبات يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اكرمنا بمدد وبسبات في كل وقت وحي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة